اشتركوا في القناة رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة تتويجا لعلاقة متبادلة في مجال الطيران تمتد إلى منتصف الستينات من القرن الماضي وعنوانا مضيئا لسبعين ألف مسافر بين البلدين في كل عام وخطا زمنيا خاصا لأربعة عشر رحلة أسبوعية للخطوط الجوية الكويتية إلى مملكة البحرين كان قرار دولة الكويت الشقيقة بأن تكون البحرين أولى محطات شركة الخطوط الجوية الكويتية المغادرة من مبنى المسافرين الجديد تيفور بالكويت وكان معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية استقبل في مطار البحرين الدولي معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف وزير المالية بدولة الكويت الشقيقة والوفد الكويتي الذي يزور البلاد بمناسبة تدشين أولى رحلات الخطوط الجوية الكويتية من مبنى المسافرين الجديد تيفور في مطار الكويت الدولي إلى مملكة البحرين حيث أكد معاليه أن بدء التشغيل التجريبي لمبنى المسافرين الجديد تيفور في مطار الكويت الدولي والمخصص لشركة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها من شأنه تطوير منظومة النقل الجوي في دولة الكويت مشيرا إلى عمق العلاقات البحرينية الكويتية المتميزة ومستوى التعاون القائم بينهما وحرص قيادتي وحكومتي البلدين على تعزيز علاقتهما وترسيخ تعاونهما على الصعيدين الثنائي والخليجي يسعدني اليوم أن نلتقي مع الوفد الكويتي في أول رحلة من مبنى الجديد للمطار ويسعدني أن أنقل التحية والتبريك اللي صاحب السمو أمير دولة الكويت وحكومة الكويت وشعب الكويت ويسعدني أيضا اختيار مملكة البحرين كأول وجهة لهذه الرحلة نحن سعيدين موجودكم ويانا أنتوا أهل ودائما نوقف مع بعض في الأوقات السعيدة والأوقات اللي فيها تحديات لكن الحمد لله اليوم نحن بصدد وقت سعيد كلنا سعيدين به كلنا فرحانين بهذا الإنجاز في هذا المبنى وسعيدين لما نشوف الكويت تحقق نجاحات في اقتصادها وفي بنيتها التحتية وسعيدين موجودكم ويانا واختياركم مملكة البحرين نزورونا اليوم ندشن بحمد الله وفضله أول رحلة للخطوط الجوية الكويتية تنطلق من مطار الكويت الدولي المبنى الجديد المخصص للخطوط الجوية الكويتية فحسنا عملت شركة الخطوط الجوية الكويتية بأن اختارت الأول رحلة تنطلق من هذا المبنى الجديد إلى مملكة البحرين الشقيقة إن كان في هذا الاختيار دلالة فهي دلالة تاريخية ثابتة مترسخة تربط ما بين الشعبين الشقيقين والقيادتين الحكيمتين بكل الجوانب المختلفة فبالتالي نحن اليوم نشعر بأننا خرجنا من بيتنا إلى بيتنا الثاني لمملكة البحرين الشقيقة وأهلنا في مملكة البحرين كما كان في الاستقبال سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج القابضة الذي أشاد بالتطورات التنموية المتسارعة التي تشهدها دولة الكويت الشقيقة وبالأخص في مجال صناعة الطيران مؤكدا أن اختيار مملكة البحرين لتكون أولى محطات شركة الخطوط الجوية الكويتية المغادرة من مبنى المسافرين الجديد تيفور بالكويت هو دليل راسخ على عمق العلاقات والروابط التاريخية التي تربط الدولتين الشقيقتين ومستوى التعاون الوثيق القائم بينهما كما تشكل علامة فارقة في علاقات التعاون التجاري القائمة بين الخطوط الجوية الكويتية ومطار البحرين الدولي نتشرف بوجود أخواننا من دولة الكويت الحبيبة في مملكة البحرين لتتشين أول رحلة من مبنى المسافرين الجديد رقم أربعة في مطار الكويت الدولي طبعا نحن هذا الشيء طبيعي إذا شفت العلاقة التاريخية بين البلدين وإن شاء الله تكون الزيارة ناجحة إن شاء الله ويستمتعون في بلدهم الثاني للبحرين طبعا نحن أي تطور في دولة الكويت وبنية تحتية مثل مطار الكويت الدولي وتطويره واللي يبنون نحن أيضا مطار جريد هو تطور أيضا لجميع دول الخريج فإحنا اليوم نستثمر أيضا في البحرين في البنية التحتية الكويت استثمر في البنية التحتية وأعتقد كل هذه الاستثمارات راح تعود بالخير وننفع على مواطنين دول ما تستعاون فإحنا نرحب فيه مرة ثانية وإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم طلقنا في أول رحلة تدشينية لمبنى الركاب الجديد تيفور ولله الحمد التوجه إلى مطار مملكة البحرين حقيقة يسعدنا أن وقع اختيار الخطوط الجوية الكويتية على أن تكون وجهتنا إلى أشقائنا في مملكة البحرين يسعدنا أكثر أن اليوم أيضا نرى المشروع المطار الجديد في مملكة البحرين قائم على قدم وساق والذي نتمنى أيضا يوم ما يتم تدشينه أن نستقبلهم في مطار الكويت كأول رحلة من مطارهم اليدين وعلى هامش الزيارة وقع كل من سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد يوسف الجاسم رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية اتفاقية مشاركة الخطوط الجوية الكويتية في معرض البحرين الدولي للطيران 2018 المقرر عقده في قاعدة الصخير الجوية في نوفمبر المقبل وقد أبدى الجاسم سعادته بالمشاركة في المعرض للمرة الثانية على التوالي مؤكدا ثقته بأن المعرض سيمثل إنجازا مميزا آخر يضاف إلى تاريخ المملكة يذكر أن سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة كان قد دشن مبنى المسافرين تيفور في مطار الكويت الدولي المخصص لشركة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها تنفيذا لرؤية الكويت 2035 الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر